فعدنا بالحقيقة أسأل الناس يسألون كثير يسألون موقع السيستاني وهو يجاوب أو جماعة يجاوبون وفي كوحة المساعد الفقهية من ندر هو يجاوب له جماعة يجاوبون فيجاوبون ومتحمسين جدا لإثبات هذا الموضوع فعندما يسألون واحد يسأل يقول إذا كانت رواية رد الشمس لما معلي صحيحة وهي معجزة كونية فإن من الطبيعي أن الكثير من أهل الأرض قد شاهدها والسؤال أن حادثة مثل هذه لا يمكن أن تمر دون أن تدون في كتب أصحاب السير والمؤرخين من الأمم الأخرى ولا أصبحت مشهورة باعتبارها حدثا كونيا غير قابل للتفسير أو للتشكيك ومثلها نقيس على معجزة شق القمر التي وردت في القرآن الكريم فهل ورد ما يشير إلى هاتين الحادثتين من كتب لغير المسلمين نعم فيجاوبون موقع السلساني مركز الأبحاث العقائدية يقول لها أشياء كثيرة يجاوبون فيها أنه ناس ما سجلوا ما سجلوا مثلا طوفان نوح بل هذا ثابت طوفان نوح الآن وفلق البحر لموسى بس يهود شافوه ليس ساعة وحده وأورو ليس ظاهرة كونية إبراعه الأكمعي والأبرس لعيسى هذا حوادث بردية شخصية ليس حوادث كونية ومسجلة أيضا يقول لها ريبة أن بعضها أهم بكثير من رد الشمس شنون بعضها أهم بكثير من رد الشمس رد الشمس ظاهرة كل العالم يجب أن يشوفها حتى اللي كان عندهم صار دين الليل في المرة يشوفون الشمس رجع الصار صباح أدهم أو تغير الفلك يعني يقول وبكلمة جامعة هذا موقع استيستاني وبكلمة جامعة أن تاريخ البشرية مملؤ بالمجاهيل والمبهمات وكثير من ما ورد فيه من الحدثيات بل التوهمات فما نعرف اليوم شيئا عن لقمان مثلا أوزار برادوس أو غيريما أفراد أشخاص تعرف لو ما تعرف مو مشكلة ما تقارنها برد الشمس يقول هذا ولم يكن يوم ذاك من يهتم بالأمور الكونية من يقول لك ما كان يتم صار الظاهر زلزال سجلون بالتاريخ والأجرام الفلكية زلزال صار في أندونوسيا وصار بركان بعدين انتجار وغطى العالم وغير الدنيا كلها ومذكور في التاريخ وبالأبحاث الجيولوجية وبشلون أثر على الدنيا كلها في ما صار فيه يقول بل لم يعرفوا عظمة الكون وعجائبه كيومي كهذا كما ولا نعرف من مؤرخين أو غيري لو كان تكذيب للحادثة ونفي لها المؤرخين ما نفق طيب ما أذكره أصلاً ليس من المعقول أن ينفو لك أشياء أساطير وما عندهم شغل أعمل يقولك لا والله ما صار شون الكائف قلت له صار اثبت لي ثم يقول بعد ملاحظت ما سنف فلا تعجب من عدم ذكر أمثالي هذه الحوالية وضبطها في كتبنا فضلاً عن غيرنا ولا يدل ذاك ولا ذاك على عدم وقوع الحادثة بحال وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود إذا أنت ما شفت ومعندما صار هذا منطق بل الوقوع أدى الدليل على الإمكان وين وقع أثبت لي أنه وقع أثبت لي بالألم وليس بالأحاديث وبعد كل هذا يقول نعم هناك شبهة فلسفية فلاكية شبهة فلسفية فلاكية مبنية على قواعد الفلك عند القدماء لا ضرورة في طرحها فضلاً عن الاهتمام بردها لا أعلن في هذا تنسل كلامك كله أنه الألم الفلك مضبوط ودقيق وكذا وأنت جاءت تجاهل أو تريد تهم لما يصير ويقول أيضاً فائدة لما كان حديث ربدي الشمس مشهوراً عند العامة بل كاد أن يكون متواتراً مو متواتراً لا شوية بعد ما وصل حد التواتر هو يعترف يعني ما وصل حد التواتر التواتر قطع واليقين بل كاد أن يكون متواتراً مضموناً عندهم لذا أفردوه بالتأليف أو أفردوه بالتأليف جمع من أعلام الفريقين سنة والشيعة ومن العامة المتقدمين نذكر نزراً يسيراً لفث قائمة طويلة الأماء السنة والعلامة الأمينة يذكرهم في الغدير واحد واحد ومفصل دولاً وأخيراً يقول ليس بآخراً فإن هذا الحديث الشريف لا عيب فيه في نظرنا مما يوجب وسوسة القوم وكلكهم سوى أنه يثبت فضيلة ومعجزة لسيد المرسلين صلوات الله عليه وآله أجمعين خاصة بها سيدة المواحدين أمير المؤمنين فيقول دولاً اللي نكروه من دولا دولا الأبناء الأربعة يعني ابن حزم ابن جوزي ابن تيمية وبن كثير ابن كثير يذكرها بس يرفضها بعدين ويجيب يقول قال الحسن البصري عقيم هذا الكلام أو هذا الخبر إن الشمس ردت عليه مراراً وأما المعروف مرتان في حياة النبي وبعدين في بابل ويقول بعدين هم صارت من يروا رواية ما روته أمه سلمة فالمرأة عجوزة كانت ذلك الأيام زوجة النبي وأسماء بنته أميس كانت مرأة عجوزة هي ذلك شافوا ورواه وجابر وأبو ذار وأبن عباس وأبو سعيد وأبو هريرة ويجيب لك سقط لك من الناس اللي رواه الحديد ومو معلوم هم رواه رواه عنهم ناس نسبة وروايات إلىهم ويجيب تفاصيل هذا الموقع بالحقيقة وينقل أيضا عن كتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي هذا كان من الغلاة وعنده كتاب اسم الهداية ويذكر فيه هالمعادز والقصص ويذكر قصة تكلم الشمس مع الإمام علي أيضا يقول فأعجابته الشمس إمام همهم كلامه حكى وياها وسمعته بعدين قالت يا أخا رسول الله السلام عليك يا أخا رسول الله ووصي أشهد أنك عبد الله وأخو رسولي حقا فسأله النبي إنه ما قاعد تحكيها يا شمس لما قالت له الشمس أشهد أنك الأول والآخر والظاهر والباطن هذه من أقوال الغلاة مركبية يعني الخيال الأسطوري الغلاة ما كان يكف عنده حدود يسأولك الشياء كثيرة فقالوا يا رسول الله أنك أخبرتنا أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن في كتابه العزيز المنزل عليك شلون صارتها الشمس تخاطب الإمام عليك فالإمام النبي شرح له معناه شنو معناته أنه آمن بيه أول واحد وآخر واحد بيه يعني سويا يعني ويجيبون أن السيد مرتضى أنت أيضا فيك في رسائله يعني يشرحها معجزة ويبررها ويفصلها وأكو حتى أخوات يعني يسألون أنه هذا الشي ما يطب العاقل شنو أنتو قاعدين تحكونا الكلام هذا فيحاولون يتبتون هذا الكلام وألطف شي هذا كتاب يذكرون موقع السستاني يذكر عن كتاب كتاب مزيل اللبس في مسألتي شكل قمري ورد الشمس السيد حسن المسوي الخرسان يقول هذا عنده بحث نفس الكتاب حول الموضوع في المقدم يقول ونعلته الدائمة على المشككين بآياته في مألزاته وكراماته لأنبيائه وأوليائه من العالمين نحن شوئير نرجع للقرآن نعود نرجع للقرآن يكون عاقلنا قرآني علمي مو أحاديث وروايات وقصص من هنا وهناك اللي كلها نشكوك فيها شفنا جد أحاديث نشكوك الله سبحانه وتعالى لماذا نقل قول المشركين للنبي ورد للنبي لهم حتى يقول لنا بعل ماكوا لنصدقوا بأي شيء اسمه معجزة رد الشمس ولا شق القمر ولا كذا كلها أشياء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوحا ينبوح بسيطنا لما جاب لهم أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا إلى أن يقول أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زغرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ أو قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته